نروح دحينا لفقرة التكنولوجيا أكيد واليوم فقرة التكنولوجيا راح نتكلم عن شيء مهم وراح يسهل من حياتنا صح والله؟ صحيحة علي التكنولوجيا اللي بنتكلم عنها هي أيضا مفيدة للبيئة وبتحافظ على نظافة والصحة وهي الحويات الباكية المزودة بمستشعرات وحساسات لإبلاغ عن الحاوية لما تمتلي وأكيد دحيكلمنا عنها أكتر نمر حسين ويستدي صواحك نورنا اتحاد اليوم ما شاء الله الاتحاد لا بس اتحاد خلاص الله يبارك فيك بس اكلمنا بالله في البداية عن هالتقنية هذي اللي بتسهل من حياتنا خلنا نعرف عنها شوي طبعا الكل سمع بالمدن الذكية وسمعتوا فيها المدن الذكية ونشرح عنها لأنه هذا مدخل مهم جدا للحاويات الذكية طبعا إحنا عندنا المدن الذكية ترتبط بكل شيء عندنا إحنا أشياء شغالة تشتغل عندنا غسالة ثلاجة أي شيء الحين صارت هذه بسموها انترنت الأشياء تمام؟ هذه الانترنت الأشياء لما إحنا نربطها مع بعض على الانترنت وترسل إشارات لجهاز تحكم بالانترنت ويبعث لنا جهاز تحكم مباشرة على هذا الموضوع فإحنا صار عندنا إحنا أشياء ذكية هيا باختصار طبعا إحنا بدنا نسوي المدينة ذكية من هذا المنطلق إحنا رحنا على الحاويات الذكية هذه الحاويات الذكية ترتبط بمستشعرات المستشعرات هذه بتكون مشبوكة على جي بي أس فإحنا هذه المستشعرات بتشوف الحاوية عند امتلاءها بالقمامة أو الأوساخ أو أي شيء فمجرد ما تنتل الحاوية تبعث هذه المستشعرات إشارة لنا لمركز التحكم إنه هذه الحاوية تم إنتلاءها فعندما تم تلاء الحاوية شو بيصير إحنا عندنا بنرسل السيارة لتشيل الحاوية وتفريها تماما إحنا قاعدين نشوف هذا الكليب سوا هذا قاعد يشرح لنا بالضبط كيف بتكون هذي أي مرحلة هذه مرحلة يعني هلا لما يطلع لخط اللون الأحمر بيكون هو عبارة هاي مستشعر بلش يشوف الحاوية طبعا هو لما يعطيني أنا لون أحمر هلا حنشوف كمان على الكمبيوتر بث مباشر للحاويات وكيف هي على الخريطة أنا بقدر أشوفها وأشوف وين الحاوية بالضبط بأي خطر طب إيش فايدة هذه الحاويات تمام سؤال كتير مهم يعني بعد كل هذه المستشعرات والحساسات اللي إحنا قاعدين نشوفها إنتي شوفي إحنا المدينة الذكية أنا بدي مدينة خضراء تكون صديقة للبيئة ما فيها انبعاثات ما فيها مشاكل صحية أنا ما يكون عندي حاوية أنا تتملى بالقمامة فشو يصير عندي أنا بيصير عندي فيه روايح مشاكل السيارة القمامة بتروح بالدور على حاوية حاوية طبعا الموضوع هو يعني موضوع قمامة بس موضوع كثير مهم جدا جدا مهم فأنا لما أستبدل الحاوية العادية بحاوية ذكية فالحاوية هاي زي ما قلنا إحنا بتبعتلي إنه هذه الحاوية انتلأت فتخيل أنا لما أنا أسوق سيارة وتجيني رسالة إنه اذهب إلى الحاوية رقم واحد لأنها ممتلئة بدلا من أروح على حاوية واحد واثنين وثلاثة واربعة فشوفي الوقت اللي أنا باستهلكه تختصر الوقت تختصر الوقت وإنبعاثات الكربون وإنبعاثاتها واستهلاك الطرق الشاحنات الكبيرة ما هي تستهلك الطرق بيتأثر على الطرق سلبا طبعا هاي كلها مفيد للصحة ومختصر للوقت والجهد بتخفض عنا العوامل هاي كلها تمامين بالمية من الشغلات البشرية والعوامل بس خلنا نشوف كلب عنها وبعدها نرجع نتكلم أكثر بعد عن هذا معوضع خلنا نشوف and sends this information back to the clean city network A solar panel is mounted on top of every clean cube The sunlight collected by this solar panel is converted into energy and stored in a battery so that the clean cube can function even when there is no sunlight شوفينا نشرت نشرح لاتي هلا هلا اللي بيصير احنا الحاوية عند امتلاها بالخمامة الحاوية مباشرة تصير لوني أحمر تبين عندي على الخريطة إذا ممكن المخلج شوف الخريطة عندي هنا فأنا عندي الحاوية بصير ترسل إرسال إنه هذه الحاوية صارت عندي لونها أحمر إذا ممكن نشوف بالكمبيوتر أي ممتاز فأنا عندي هاي الحاويات لنفرض هذه الخريطة إحنا بغض النظر وين فأنا عندي هاي حاوية لونها أحمر إذا شفتوها أنا مجرد ما أكبس عليها أضغط عليها أشوف track and map أوكي؟ فأنا بشوفها مباشرة وين هي الحاوية هذه فبذهب عليها عشان أخلص القمامة منها أو ساخل منها بس عفوا النمر هل هذه التغنية جميلة جدا يعني مثل ما قلت أنت أنها راح تخفض التكاليف إلى 80% بحيث أن السيارة مشرط أنها تروح على الحي كامل تروح فقط للحاويات الممتلئة هل تم تجربتها في أحد المدن أنه مثلا طبقوا هشيء هذا أو لا لسه لازالوا؟ أظن جد أشتروا 500 حاوية ذكية تحويل هي كلها فكرة في نقطة مهمة أنت ذكرتها إحنا شو المدن؟ إحنا سكان الأرض عايشين بـ 2% من نسبة المدن في الأرض بقولك إحنا من هون لـ 2050 راح يكون نسبة السكان في المدن 60 إلى 70% فتخيل أنت الرقم الكبير لإنبعاث الكربون والشغلات الصحية فعشان هم عم بحاولوا المدن لمدن ذكية نرجع على الحاويات هذه الحاويات في منها كمان بضغط القمامة ضغط كامل تضغطها مثلا للحاوية العادية بتوسع عادي رقم مثلا معين هذه بتوسع 8 مرات من الحاوية العادية من قمامة ضغط زايد أنه بتبعت لي اللون الأحمر زي ما شفنا أنه هذه الحاوية تعال خدها فضل كمان كيف يقلل حل الإمداد خلينا نقول لك لنفايات من وطيرة جمع نفايات بشكل كبير تمام لأنه في أشياء كده متشبكة ألم أن يعرفنا صراحة طيب خلينا نشرح عن الموضوع بسرعة اعتبرني أنا سائق الشاحنة الحاوية ألف بعثت لي على خريطة عندي أن هذه الحاوية انتلأت امتلأت بالقمامة فأنا بدلا ما قلت كنت أروح مثلا حي حي معين أروح على كل الحاويات أشوف حاوية حاوية وأحطهم بالنقل شوف أنت الوقت اللي أنا بستهلكه امبعاث الكربو المواد السامة من هذه الشاحنة امبعاث الروائح الكريهة كل هذا أنا اختصرته بإني أروح على حاوية مباشرة اللي أعطتني إشارة أنها هي فل مليادة حلو أنا بس أبأ أعرف أن هذه الحاوية لازم بس تكون موجودة في المدن الذكية ما يفعل تنحط في حي عادي تمام أنا قلت لك كمار لازم تكوني طبع إحنا هذه المستشعر هاي جبته هنا على الستوديو طبعا شوفنا شغله بسيط جدا جدا وحجمه هذه طبعا إحنا كمان بشجع أنا دائما أنه نخترح هيك شغلات لأنه سهلة هي عبارة عن مستشعر وفي جي بي أس هذا المستشعر مباشرة أنا بحطه في العلبة زي ما تفضلتي أي مكان أي علبة أنا شايفها إنها تكون حتى ممكن ما تكون حيويات تكون إيشي ثاني أي صندوق أنا مجرد ما أحطه بالغطاء تاعه هذا هنا عندي المستشعر اللي بشوف لما أول ما تنتلي الصندوق بيعطيني إنه إشارة حمراء لما يكون الصندوق فاضي فارغ بيكون إشارته خضرة أنا بعرف أنه هذا الصندوق حتى ممكن خزانة مي ممكن يعني أشياء كثيرة ممكن إحنا نتخيل بخيال واسع فهذه بكل بساطة الجهاز هو خفيف جدا وسعره متداول للكل يعني كم سعره تقريبا هذا تقريبا سعره بحدود 150 دولار أوكي تقريبا وفي اشتراك شهري بالويب سايت عشان تقدر أنت تعرف بدلا ما تدفع اشتراكات يعني ببسيط يا الله الله يرحم زمان أول الحاول لما كانت هذه اللي تدوس عليها برجلك وتفتح هذا كان اختراعي لطيف لا ما هو أنت عارفة أننا العدد للسكان بيزيد كبيرا لازم لازم يكون فيه حلول حلول تكون مباشرة وممكن هذه الأشياء دايما يتنبون للمستقبل يعني أنهم يحاولون أن يسهلون هذا نقطة مهمة جدا في كل موضوعنا لأن هذا الموقع الإلكتروني بيعطيك تحاليل لإيش إحنا وعنا مثلا إحنا جمعنا من هذا الحي نسبة 70% أكثر من هذا الحي فعشان نعرف شكرا شكرا تغانية وتكنولوجيا نمر حسين شكرا لك أعطيك ربي ألف عافية دايما تعطينا كذا الأمور التغانية المتقدمة شكرا لك